اشتركوا في القناة والبيت الحرام هو وولده إسماعيل عليهما السلام فنهض إبراهيم عليه السلام من فوره ملبيا نداء الله تعالى وسافر من بلاد الشام إلى مكة المكرمة حيث لقي هناك ولده إسماعيل عليه السلام فأخبره بما أمره الله به من بناء البيت وقد كانت قواعد البيت الحرام موجودة من قبل ولكنها مع مرور الزمن اندرست تحت الأرض فأرشد الله إبراهيم إلى مكان تلك القواعد وعرفها له لينقب عنها ثم يبني فوقها بقية البيت قام إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل بجمع الأحجار وبناء البيت الحرام فكان إسماعيل يأتي بالحجارة ويناولها إبراهيم ليضعها مكانها في الجدار ولما ارتفع البناء وضع إسماعيل لإبراهيم حجارة يقف عليها ليصل إلى منتهى إليه الجدار وتلك الحجارة هي مقام إبراهيم الموجود اليوم ولما تم البناء طهراء البيت وهيئاه للطائفين والمصلين كما أمر رب العالمين فقاما عليهم السلام بذلك العمل على أتم وجه وهم يدعوان الله تعالى في أثناء عملهما أن يحفظ هذا البلد مكة وأن يرزق أهله من كل الثمرات وأن يتقبل منهم هذا العمل وأن يجعلهم من المسلمين الموحدين وأن يخرج من ذريتهم أمة مسلمة موحدة تعبد الله ولا تشرك به وأن يغفر لهم وأن يتوب عليهم وقد ذكرت قصة بناء البيت في مواضع من كتاب الله كما في سورة البقرة وسورة الحج قال تعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كما جاء ذكر القصة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس وفيه ثم جاء أي إبراهيم بعد ذلك أي بعد أن ترك هاجر وإسماعيل بمكة عند مكان البيت ورجع للشام ثم عاد لما أمره ربه ببناء الكعبة فجاء وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رأاه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال صلى الله عليه وسلم فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقهم عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر